بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتحدث عن الخواص الكيميائية الهيدروكربونات تناولنا في فيديو سابق الخواص الكيميائية الهيدروكربونات تصنف إلى تفاعلات الاحتراق، تفاعلات الإحلال أو الاستبدال، تفاعلات الإضافة عرفنا أن تفاعلات الاحتراق للمركبات الهيدروكربونية سواء كانت مشبعة أو غير مشبعة قبلها للإحتراق وتعطي سانوكسيليكربونا بخار ماء وطاقة وشرحنا في فيديو سابق تفاعلات الإحلال أو الاستبدال وعرفنا أن تفاعلات الإحلال والاستبدال فقط تحدث في مركبات الألكان التي تحتوي على ربطة ساهمية أحدية التي تكون مشبعة في هذا الفيديو سوف نتحدث عن تفاعلات الإضافة تفاعلات الإضافة تحدث فقط في مركبات الغير مشبعة التي تشمل الألكينات والألكينات الألكينات التي تحتوي على ربطة ساهمية ثنئية والألكينات التي تحتوي على ربطة ساهمية ثلاثية الألكينات والألكينات فقط هما التي تفاعلوا بالإضافة في تفاعلات الإضافة في عندنا إما إضافة الهيدروجين أو بما إضافة الهالوجين يما إضافة هاليد الهيدروجين يما إضافة الماء في هذا الفيديو إن شاء الله سوف يقتصر حديثنا على إضافة الهيدروجين للألكين وإضافة الهيدروجين إلى الألقين ممكن سؤال في الامتحان يقوله لي علي اللي ما يأتي تتفاعل الألكينات والألكينات بالإضافة علي السبب في كده فطبعا لأنها مركبات غير مشبعة حيث تحتوي الألكينات على ربطة تساهمية ثنائية في حين أن الألكينات تحتوي على ربطة تساهمية ثلاثية ممكن سؤال علي الآخر تتم تفاعلات الإضافة على مرحلة واحدة في الألكينات وعلى مرحلتين في الألكينات ليه بتتم على مرحلة واحدة في الألكينات لأن الألكينات تحتوي على ربطة تساهمية ثنائية منها واحدة بس ربطة باي اللي هي بتكون سهلة الكسر فعليه مرحلة واحدة عشان فيه واحدة باي هنا ليه على مرحلتين في الألكينات لعشان عندي في الألكينات ربطة ثلاثية ولكن منها ربطتين من النوع باي بيكون سهلة الكسر طيب المخطط بتاع الهدرجة او اضافة الهيدروجين اننا لو كان عندي القاين اللي هو قانون ولو cn h2n-2 اللي هو اضافه ونقص 2 اللي هو في ربطة ثلاثية منهم 1 سيجما و2 باي لو حبيت اعمله عملية هدرجة او اضافة للهيدروجين يبقى في الحالة ديت لازم بيكون في وجود الناكل عن درجة 200 درجة سليزيس لو كان في وجود الناكل عشان اكثر الربطتين باي يبقى اضاف كم مول هيدروجين اتنين عشان احصل على الكان طب انا لو ضفت واحد بس مول هيدروجين يبقى في الحالة ديت لالكاين هتحول الى الكين طيب لو انا عندي الكن في ربطة ثلاثية 1 سيجما و1 باي يبقى في الحالة ديت الربطة باي هتتكسر يبقى انا بضيف دايما على الكن عشان احول الى الكن بضيف واحد مول من غاز الهيدروجين يبقى في الحالة دي عشان يتشبع الألقين يحتاج إلى 2 مول عشان يتشبع الألقين يحتاج إلى 1 مول يبقى عشان المركب الهيدروكاربوني الغير مشبع حتى يصل لحالة التشبع يحتاج إلى عدد مولات من الهيدروجين يسوي عدد الروابط ضعي ممكن الألقين أحاولوا الألقين والتفاعل يقف عند الألقين ما يكملش للألقين يبقى في الحالة دي لازم يكون في وجود البلاديوم يكون في وجود البلاديوم الغير المنشط كمادة محفزة يبه في الحالة ديت بيتم هدراجة القاين ووصلوا إلى الكين لو احنا نظرنا مثلا لهذا الفلاش مثلا قدي عندي إثين وعايز أعمل له عملية هدراجة شوف كده عملية الهدراجة بتتم ازاي هكس الربطة ويأتي هنا هيدروجين والنحية التانية تيأتي الضرة هيدروجين يبه بدل ما هم كانوا ربطتين بيجي ربطة واحدة والاتنين هيدروجين ديت واحدة جات هنا واحدة جات هنا يعني بدل ما المركب كان فيه ربطة ثنائية بيأصبح فيه ربطة أحدية بدل ما هو الكين أصبح الكان بدل ما هو غير مشبه أصبح المركب في الحالة ديت مشبه وهنا مثلا في هذا الفلاش هنلاحظ أنها هيحدث عملية هدراجة للإيثاين اللي هو المركب اللي يحتوي على ربطة تساهمية ثلاثية شوف كده اللي يحصل أول ما ضف له هيدروجين ضفت كم مول هيدروجين 2 مول من غاز الهيدروجين عشان عايز أكسر كم ربطة ربطة تين باي أول ما ضف له 2 مول من غاز الهيدروجين هيتكسر طبعا عن الربطة تين باي واحصل على ربطة واحدة يبقى في الحالة ديت الأربعة هيدروجين دولة الأربعة ضرقات هيدروجين هيجوا اتنين هنا أو اتنين هنا يبقى بدل ما هي CH هتبقى CH3 وهنا CH3 يبقى أنا عملت عملية إضافة كلمة إضافة أنا بكسر الروابط باي وضيف مكانها ده كده اللي هي بالنسبة له دراجة الإيثاين طيب هنشوف كده المعادلات وضح بكتابة المعادلات الكيميائية فقط ماذا يحدث عنده تفاعل مول من غاز الهيدروجين مع غاز الهيدروجين يبقى أنا في الحالة دية هجيب إيثين مع غاز الهيدروجين طيب اي رمز الإيثين إحنا عارفينه اللي هو CH2 ربطتين CH2 مع غاز الهيدروجين اي رمزه اللي هو H2 يبقى في الحالة دية هيكون الناتج إنها س accusing回ير ربطة باي وهي بإيضا نجيب هيدروجين هنا وهيدروجين هنا يبقى دية أول ما كسر الربطتين فتبقى ربطة واحدة بس وتيجي واحدة هنا ايتش هنا وحده H يبقى CH3 ربطه CH3 يبقى أنا حولت الإيثين إلى غاز الإيثان حولت المركب الألكين إلى مركب ألكان حولت المركب الغير مشبع إلى مركب إيه؟ مشبع بإضافة الهيدروجين طيب مثال آخر تفاعل مول من غاز الإيثاين مع غاز الهيدروجين يبقى هنا عندي إيثاين إيثاين يبقى فيه ربطه ثلاثية له رمزه CH لتلت روابط CH مع غاز الهيدروجين فيه وجود الناكل عن درجة كام؟ عن درجة 200 يبقى في الحالة ديات لما أحل المعادلة مدام قال لي هو غاز الهيدروجين موحد مول يبقى الألكان الألكاين هي تحول إلى إيه؟ هنا في الحالة ديات يتحول إلى الكين يبقى أنا هكسر ربطة باي وهتجيبها هيدروجين هنا وهيدروجين هنا يبقى بدل ما هي CH هتبقى CH2 هنا CH2 يبقى أنا كده حولت المركب من مركب القاين إلى مركب الكين من رابطة ثلاثية إلى رابطة ثنائية طيب وضح بكتابة المعادلات كيف تحصل على غاز الهيثين من غاز الهيثاين يبقى هبدأ بمين هنا؟ الهيثاين اللي هو الربطة الثلاثية CH 3 روابط CH عايز أحصل منه على غاز الهيثين يبقى في الحالة دي عايز أكسر ربطة واحدة وعشان التفاعل يتم على مرحلة واحدة يبقى هيكون في وجود البلاديوم يبقى هذه المعادلة عندي هنا يبقى عندي الهيثاين في وجود 1 مول من غاز الهيديروجين يبقى أكسر ربطة واحدة لو 2 مول كنت كسرت الربطتين بس لين حطيت 1 مولة عشان هو عايز أحصل على إيثين طيب غاز البروبان من غاز البروبين يبقى كيف أحصل على البروبان من البروبين يبقى هنا أبدأ بمين فيهم هابدأ طبعا بالبروبين اللي هو رمز البروبين اللي هو رمز CH3 CH ربطة CH2 ده كده رمز مين البروبين لو أنا أضفت له غاز الهيدروجين هكسر الربطة باي وهجيب H هنا وH هنا يبقى في الحالة دي هيكون الناتج CH3 CH2 CH3 ده كده اللي هو عملية الهدرجة أو إضافة الهيدروجين للمركبات الغير مشبعة سواء كان الكين أو كان الكين وأخيرا لو حبينا نلخص التفاعلات الكيميائية التي تقوم بها المركبات المشبعة أو الغير مشبعة فنلاحظ أن احنا عرفنا سابقا تفاعلات الاحتراق الألكانات طبعا يتم احتراقه والألكين يتم احتراقه والألكان يتم احتراقه وكل منهم يعطي سنوكس الكربون وبخر ماء وطاقة بس اللي بيختلف طبعا وزن المعادلة وعرفنا المعادلة العامة لكل مركب من دولة أو لكل عائلة من دول تفاعلات الإحلال والستبدال اللي بتفاعل فقط بالإحلال والستبدال اللي هو مين؟ الألكان لكن الألكين والألكين طبعا لا تتفاعل بالاستبدال لأنها مركبات غير مشبعة طب تفاعلات الإضافة عرفنا إضافة غاز الهيدروجين اللي يحل طبعا الألكانات لا تتفاعل بالإضافة لأنها مركبات مشبعة جميع روابطها سيجمة أما الذي يتفاعل بالإضافة هو الألكين أو الألكين الألكين يتم إضافة الهيدروجين فيه ويتشبع في مرحلة واحدة أما الألكين يتم إضافة الهيدروجين ليه وحتى يتشبع فيه يتم على كم مرحلة مرحلتين طبعا لو أنا كنت واضع ناكل عند درجة 200 لكن لو أنا ضفت الهيدروجين في وجود البلاديم يبدأ العملية بيتم في مرحلة واحدة بس ويتحول الألكين إلى ألكين ويقف عند الألكين التفاعل ده كده باختصار ملخص الخواص الكيميائي الهيدروكاربونات التي تم دراستها